قهر الموت لفائدتنا لأنه لو كان عاش في الأرض وقهر الخطيئة والموت ورجع إلى السماء من حيث أتى بدون الموت والقيامة يرجع هو الوحيد المنتصر ونحن نظل عبيد الخطيئة والموت وهذه الفكرة التي ذكرتها أنه جاء حتى يعلن عن الله يعلن الحياة الأبدية التي أظهرت من خلال شخصه ومن خلال عمله نعم وبالتالي لما ذهب إلى الصليب قهر الخطيئة والموت لكل من يؤمن به فحضرتك أمنت وأنا أمنت وملايين الناس في كل عالم أمنه حصلت حاجة مهولة في حياتنا يا أسيس إيه إحنا اللي كنا مستعبدين للخطيئة مالنا صرنا أحرار صرنا أحرار إزاي إن الحرية دي أولناها عن طريق المسيح اللي قهر الخطيئة والموت في موته وقيمته فبالتالي عمل حاجة مهولة وده السبب الرابع للتجسد إيه الاتحاد بنا هو تجسد بيتحد بيتحد الآية دي حابب أقراها تفضل في عبرانين اتنين يقولها مرتين يقولها مرتين يقول فإز قد اشترك فإز قد تشارك عبرانين اتنين أربعتاش فإز قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما آه ده جيد تحت بنا نعم لكي يبيد بالموت أي بموته ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس وده الهدف الخامس فيه عدو أنا دايما أسيس نظار أقول بلتاجي بلتاجي دخل إلى هذا العالم هذا العالم ليس ملك الإبليس ده ملك لله في رسالة يحنى بيتكلم أنه ظهر ابن الله لينقد أعمال إبليس أعمال إبليس وده خمس هدف للتجسد هذا البلتاجي اللي دخل إلى العالم وأزل البشرية وسيطرة عليها بإرادتها هم الأسلمو السلطة فجاي بيده جاي بيده ويحررن منه في كلوسي واحد الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن وحدي فهو جاي ينقذ كل من يصرخ نعم وده أحد أهداف التجسد الآية الثانية في عدد 17 من ثم كان ينبغي أن يجبه إخوته في كل شيء اشترك فهو جاي يتحد بنا نعم لماذا تجسد؟ ليتحد فلما اتحد بنا عمل معنا حاجة مهمة أوي راح للصليب صلب صلبنا معاه مات صلبنا معاه دي موجودة في روميا 6 نعم وغلطة اتنين مات تعلمين أن إنسانا العطيق قد صلب معه ليبتل جسد الخطيئة كي لا نعود نستعبد أيضا للخطيئة إذا اتحدنا بيه في الصلب طب مات موتنا معه دفن دفننا معه دفننا معه بالمعمودية الله أحيا أحيانا معه أقامه أقامنا معه أجلسه في السمويات أجلسنا معه في السمويات في آفاسة 2 الكلام ده في كلوسي 3 هو مستتر مستترين معه سيظهر نظهر معه سيملك هنملك معه سيرث سنرث معه سيتمجد نتمجد معه يتقلم الآن نتقلم معه وإن حصل 11 مرة معه حصل أحد أهداف التجسد المهولة اتحدنا بيه